موسيقى هذه بعض الحركات اللا إرادية والتي لها معاني نفسية مختلفة حيث أنها تصدر على الإنسان من خلال إيماءات وإحاءات بشكل يومي وعلى المرء أن يدرك معنى هذه الحركات وأبعادها النفسية والبيولوجية والأسباب التي أدت إلى وجودها وهنا يرى علماء النفس أنستنا بالبقى من حالة التواصل والتخاطب بين الأشخاص وجها لوجه تسمى بطريقة الإيماءات والإحاءات والرموز الجسدية وليس بالضرورة أن تكون على شكل كلام فممكن من خلال إحاءات الجسدية يعرف المرء ماذا يريد أن يوصل له الطرف الآخر من هذه الإيماءات وأيضا هنا طريقة الكلام والإسام قد تكون تعبر بشكل كبير عن ما يخلفه الجسد من حركات لا إرادية أو من خلال الصورة الشفهية كما يظن الكثير من الناس وهنا يرون أن هذه الإيماءات لها تأثير قوي جدا يفوق تأثير الكلمات بخمس مرات من خلال الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها معظم الناس أنهم يتجاهلون حركات الجسد ولغته ومدلولاته ويركزون على فهم ما يتحدثه المرء أمامهم قد يكون كاذب قد يكون صادق قد يكون غير واثق بنفسه جاهدين أنفسهم في قراءة الأفكار وتحليل الكلمات التي قيلت أمامهم ومن خلال هذه الإيماءات والإيحاءات الجسدية التي يمكن أن توصل رسالة معينة لدى المقابلة ومن خلال هذه الإيحاءات يظهر الإنسان على ما يخفيه وما يخفيه من أفكار داخلية عن طريق ظهور بعض الحركات الجسدية وطبعا هذه الإيماءات أو الحركات اللا إرادية تظهر عن الشخص من خلال عدم سيطرته على نفسه من هذه الحركات وهنا يجب أن يدرك الإنسان بسهولة أهمية تعلم هذه الإيماءات لكي يفهم شخصية الشخص المقابل له إن لغة الجسد هذه هي لغة تواصل حديثة وترتكز على حركات وتعابير الجسد التي تعين الفرد على التواصل أو كشف حقيقة المقابلة من خلال أن لا يعتمد على الكلام بالشكل المباشر فحركات الإنسان اللاشعورية لجسده تعتبر علامات مهمة ومرئية لما يخفيه من مشاعر وأحاسيس قد تكون تكبده داخليا وعلم لغة الجسد لها فواد عديدة تعود على الفرد الذي اتقن هذا العلم ومارسه فبهذا العلم يمكن فهم الآخرين وإدراك شخصيتهم الحقيقية أو الشخصية التي هي خلف الستارة من خلال الحديث معهم وذلك من خلال هذه المصطلحات الجسدية التي تظهر عليهم لا إراديا وهنا متابعينا قد انتهت حلقتنا لها لليوم نرجو أن نكون هذا الموضوع قد لاقى استحسانكم ونرجو أن نكون قد وفقنا بتقديم هذه الحلقة وكذلك نرجو أن نكون أيضا قد وفقنا بتوصيل الساعة العلم النفس وعن الحركات اللاشعورية للبشر من خلال الاهتمام بهذا الموضوع بشكل دقيق لمتابعة تواصلنا مع أفراد مجتمعنا وفهم مدراتهم ومدركاتكم وخلاجاتهم متابعينا بهذا نكون قد اتهت حلقتنا لهذا اليوم ننتقلكم بإذن الله تعالى في حلقات ثقافية وتقارير جديدة انتظرونا إلى اللقاء